طب هل تلك الحالة مثلا التي تصفونه بها لم تكن ملاحظة حينما كان ينافس في الانتخابات؟ لا لم تكن لا هو لم يكن يعني بتلك العدوانية في تلك الفطرة كان قليل الكلام كان يعني يصرح بينتبه للكلمات التي يطلقها ولكن فيما بعد رأينا عدوانية وتهديد وتهور يعني غير مسبوق وبالمفروض لا يصدر عن أي مسؤول هل هو خطأ إذن من الثوار؟ أم خطأ من الشعب التونسي؟ أم خطأ من النخب التي كانت تتولى الحكم وقتها؟ أو تتولى بعض من السلطات الحاكمة في هذا المشهد؟ أنا قلت لك بأن هي عملية مركبة وتفوق قدرات وإمكانيات الطبقة السياسية الحاكمة وقتها أو من سميتهم الثوار إن شئت؟ الجميع أنا أقول لك بأن هذه العمليات هي عمليات مركبة وتلجأ فيها بعض الأنظمة إلى شركات مختصة في التأثير على الرأي العام وشركات مختصة في مغالطة الناس وخداعهم وافتعال أزمات معينة واختيار التوقيتات واليوم القنوات الكبرى في العالم وموجودة حتى على الشبكات التواصل الاجتماعي كثير من الأشريطة الوثائقية التي أنتجت سنوات الأخيرة وتتحدث عن هذه الطرق في التلاعب بالعقل البشري وتوجيهه طيب مع هذا الأداء من قبل السلطة التونسية الحالية هل ترون بأن أداء رئيس تونسي الراحل البجي قايد السبسي كان أفضل؟ نعم بلا شك البجي قايد السبسي رغم اختلافنا معه رغم إيماننا بأنه ينحدر من منظومة استبدادية حكمت البلاد بالاستبداد في الماضي ولكنه في النهاية احترم إرادة الناس واحترم القسم الذي أداه أقسم على احترام الدستور وعلى احترام إرادة الناس ورغم الإغراءات التي جاءتها من بعض الدول وتريد دفعه إلى تنفيذ الانقلاب وهذا الكلام اليوم أصبح معلوما لدى كل طبقة السياسية لكنه رفض تلك الإغراءات وبقى في الحكم إلى آخر يومه محترما إرادة الناس ومحترما القسم الذي أداه من منحت صوتك في هذه الانتخابات الرئيسية التي عقدت في دونس؟ هل تودت أن تقول؟ نعم 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 ليس فقط أعطينا صوتنا ولكن نحن الذين أوصلناه كيف؟ طبيعي نعم في الجولة الأولى الأولى والثانية أعطيناه أصواتنا وكنا قيس سعيد ليس له حزب وليس لديه ما يعرف بالمكينة تنظيمية ليس وراءه تنظيم ولا أموال على أقل ظاهرة فأقول هذا الكلام بمسؤولية نحن وقواعد حركة النهضة وهم بمئات الألوف بعض الأحزاب الأخرى المحسوبة على العائلة الثورية هؤلاء يعني جميعهم عددهم كان مليون ونصف تقريبا يعني خمسين في المئة من الذين أدوا أصواتهم كانوا منتظمين داخل أحزاب يعني أحزاب بعينها صوتت لقيس سعيد وهذه الأحزاب قادتها اليوم في السجون يعني هم الذين أوصلوه وأقسم اليمين على احترام دستور البلاد ولكنه حنث اليمين وألقى بالذين أوصلوه يعني في السجون اليوم طيب كان هناك نبيل القروي كان هناك دكتور مورو عبد الفتاح مورو لماذا لم تختاروا بين هؤلاء نعم عبد الفتاح مورو شخص يعني محترم جدا ولكن عبد الفتاح مورو كان يمثل تنظيما كان يمثل حزب سياسي معين فالذين لم يصوتوا لفتاح مورو يعني عذرهم أنهم يخشون أن تكون النهضة هي الأولى في البرلمان وتكون الرئاسة في يدها فبالتالي تكون هي يعني تمسك البلاد تمسك السلطات جميعا بيدها فأرادوا اختيار اجتهدوا في اختيار يعني شخصية أخرى تتميز بالنزاهة ونظافة اليد ولديها تاريخ نظيف ولم يتورط في جرائم فذهبوا في اتجاه عدد من الشخصيات منهم منصف المرزوقي منهم سيف الدين مخلوف قيس سعيد وآخرين فتشطت الأصوات بهذه الطريقة في الحقيقة صافي سعيد أيضا المفكر صاهو الكاتب صافي سعيد أيضا لم يكن يفصله عن قيس سعيد سوى مئة ألف صوت فالعائلة الثورية والذين مع الأصلاح تشطت أصواتهم بين كل هذه الشخصيات لكن في الدور الثاني أصبح هناك قطبان نبيل القروي مع ما يمثله ويعني مع ما يمثله من ممارسات ومن أخطاء فادحة ارتكبها ممارسات غير مقبولة فالجميع اتجه إلى قيس سعيد فرارا من ممارسات نبيل القروي ولهذه المخاوف أثبتت صحتها في هذه الأيام؟ أي مخاوف؟ تلك المخاوف من إعطاء دكتور عبد الفتاح مورو لأصوات السورية في هذه الانتخابات وما نتج عنها من وصول قيس سعيد للحكم طبعا الآن إذا نظرت من هذه اللحظة التاريخية طبعا الكثير يندمون نادمين ولكن مثل ما قلت لك العملية كانت تفوتنا بكثير هل هذا الأمر يعطي انطباعا بأن هناك قلة في الخبرة السياسية لدى بعض من الأطياف السورية عموما في العالم العربي كي يأتي شخص عبر الصندوق الانتخابي وأيضا يعني البعض يتحدث بنوع من اللوم حتى على الشعوب كي يأتون هؤلاء عبر الصندوق الانتخابية لأنه في بعض البلدان أتوا عبر انقلابات عسكرية واضحة لكن المشهد في تونس كان مفاجأة بالنسبة لكثيرين والشعوب الحقيقة أنا مستاء جدا والشعوب تأكد الآن بأنها كما يمارس هؤلاء المستبدون بأنهم لا يلقون بال ولا يحترمون هذه الشعوب ولا يحترمون مثلا عندما يقسمون أمام شعوبهم هذه الشعوب تبدو غير ناضجة بما يكفي فهي اليوم معك بعد أيام قد تصبح ضدك بعد أيام قد تصبح معك من جديد ولكن الطبقة السياسية نحن عندنا في تونس اليوم بعد سنة ونصف من الانقلاب نجد أن كل الطبقة السياسية التي كانت تناحر وكانت تتبادل الاتهامات وكانت هناك حرب ضروس بين هتيلة عشر سنوات الكلها اليوم في نفس الخندق تواجه هذا الاستبداد تقول بأن هذا القوس يجب أن يغلق ويجب أن نتخذ ما يكفي من الإجراءات ووضع ما يكفي من النصوص للحلولة دون أن تعاد علينا مثل هذه التجربة تجربة قيس سعيد هناك إجماع حول هذا الموضوع دليل ذلك هو نتائج الانتخابات الأخيرة البرلمانية الأخيرة عندما لم يتجه إلى صندوق الاقتراع سوى 8% من السكان وهو الرقم الذي أطلقته السلطات الذي أصرحت به السلطات فهو رقم بلا شك ورقم مبالغ 8% فقط وهي أقل نسبة في تاريخ الانتخابات في العالم عبر التاريخ يعني أقل نسبة يقال بأنها كانت 17% في أفغانستان في أحد السنوات 17% هي أقل نسبة في تونس كانت نسبة 8.8% حسب التصريح الرسمي أستاذ ماهر هل تعترف بالسلطة التشريعية الحالية وبالبرلمان الحالي خاصة وأن حضرتك كنت أحد الوجوه البارزة في البرلمان السابق طبعا نحن لا نعترف بهذا نحن بداية ملتزمون بالقسم الذي أديناه عندما دخلنا البرلمان وأن ولايتنا البرلمانية تستمر إلى غاية 10.2024 إلى غاية تنظيم انتخابات في شهر أكتوبر من العام هذا ما أقسمنا عليه 2. هناك قرار دولي قضائي ملزم صادر عن المحكمة الدولية الإفريقية يعتبر أن ما أقدم عليه قيس سعيد انقلاب ويدعوه إلى التراجع عن كل الخطوات التي اتخذها ثالثا لدينا الأرقام المشاركة التي مثل ما حدثتك لا تزيد عن 8 أو 9% تؤكد بأن لا يمكن لهذه الأقلية أقل من 10% أن تحكم الأغلبية واليوم البرلمان التونسي في يومه الثاني أو الثالث وبدأت الفضائح وبدأت يعني بدأت الفضائح يعني تخرج إلى العلن في يوم أداء اليمين أو الأمس الشرطة تدخل إلى البرلمان وتقوم باقتياد أحد النواب وقالوا له أنت متحيل وأخذوه إلى السجن سلطة الإنقلاب تمنع الصحفيين من الدخول إلى قاعة البرلمان وتمنع عليهم التغطية وحصرت إمكانية التغطية فقط في القناة الوطنية التي هي تحت سيطرة كاملة للسلطة التنفيذية فهو إذن برلمان منزوع الصلاحيات ليس لديه صلاحيات لا يمارس أي صلاحية لا يراقب لا يعزل لا يصن قوانين هو فقط يصادق فقط على ما يتقدم به السيد الرئيس من اقتراحات ولا ندري ولا أحد يدري ماذا يحصل داخل هذه القاعات في غياب السلطة الرابعة السلطة الأعلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر